موسيقى زحمة يا دنيا زحمة الساعة السكانية في مصر أعلنت وصول عدد السكان بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يوما جهاز الإحصاء أوضح أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول خلال 56 يوما ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني خلال 59 يوما ثم سجلت ربع مليون نسمة ثالث خلال 56 يوما وجاءت القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة ثم الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة عودة إلى العصر الحجري لا يمر يوم في لبنان من دون أزمة جديدة إذ أصبح اللبنانيون اليوم مهددون بالانعزال عن العالم وسط انقطاع متكرر في خدمات الاتصالات والإنترنت إثر الإدراب المفتوح لموظفي هيئة أوجيرو المشاغلة لشبكة الاتصالات في البلاد في ظل ترد الأوضاع المعيشية على وقع الأزمة الاقتصادية هناك حكومة تصريف الأعمال استنجدت بالجيش اللبناني للتدخل ومحاولة إبقاء القط مفتوحا بين العالم وبيروت شاهد قبل الموت كان ذلك هو ملخص تقرير أصدرته كوريا الجنوبية واتهمت خلاله جارتها الشمالية بأنها تعظم أشخاصا بتهم تتعلق بالمخدرات ولتداول مقاطع من وسائل إعلام كورية جنوبية وممارسة أنشطة دينية وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية استندت في تقريرها إلى شهادات تم دمعها في الفترة منذ عام 2017 إلى عام 2022 من أكثر من خمسمائة كوريا شمالي فروا من وطنهم والذين زعموا أن عمليات الأعدام تتم معالنية فضلا عن التعذيب والاعتقالات التعصفية تخفيضا للتكاليف تعتزم بريطانيا إيواء طالبي اللجوء مؤقتا في قواعد عسكرية مهجورة أو حتى في سفن وفق ما أعلن وزير الهجرة البريطانية الذي قال إن الحكومة تعمل على إيواء عدة آلاف من طالبي اللجوء في مباني ثكنات قديمة ومساكن متنقلة في قاعدتين سابقتين لسلاح الجو الملكي وكذلك في سفن مثل العبارات في مسعى لخفض الفاتورة السنوية للإقامة الفندقية والبالغة أكثر من ملياري جنيها خطوة لندن انتقدتها منظمات خيرية والتي دعت حكومة ريشي سوناك إلى معاملة اللاجئين بكرمة سنصبح عاطلين دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشة شات جي بي تي فور مشيرين إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه التدويقات على المجتمع وأشار ماسك إلى ضرورة عدم تطوير عقول غير بشرية قد تفوق الإنسان ذكاءً وتحل محله مستقبلاً دخول مفاجئ قالت هيئة الصحة في الصين إن المسؤولين يعتزمون إجراء عمليات تفتيش عشوائية مفاجئة في المنشآت الطبية وذلك لتعقب البيانات التي لم يتم استفاؤها أو تلك التي تم التلاعب فيها ومراقبة ما إذا كان يتم إخفاء تقارير العدوى بالفيروس أو تأخيرها أو يتم التلاعب بها وذلك وسط دعوة أوسع من السلطات العالمية لمزيد من الشفافية ومن الحموات ما قتل؟ لم تتوقف فصول الأزمة العائلية التي تمر بها المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرة بعد انفصالها عن شريكها لاعب نادي برشلون الإسباني السابق بيكي فبعدما أكدت مصادر توتر العلاقات بين شاكيرة وبين والدة بيكي ما دفعها لبناء جدار انفاصل بين منزليهما أظهرت لقطات عراك بين شاكيرة ووالدة بيكي التي طلبت من المغنية إغلاق فمها واعتدت عليها بالضربة وبحسب مصادر فقد بدأ العراك بعد أن اكتشفت شاكيرة أن حماتها كانت تتسطر على خيانة ابنها اشتركوا في القناة